اهلا بكم تلت عدادي ومعانا النهاردة تاني درس عندنا في الجغرافيا بعنوان تداريس العالم تداريس العالم يعني ايه العنوان ده وايه كلمة تداريس دي كمان اقولك كلمة تداريس يعني تلات حاجات يعني الجبال والهضاب والسهول بتوع الدراسات قالوا بدل ما كل شوية اقولك ان احنا هنتكلم عن الجبال والهضاب والسهول امو شايلين التلات كلمات دول وحطوا مكانهم كلمة تداريس يبقى انا وانت اول ما نشوف كلمة تدريس يبقى احنا هنتكلم عن ايه هنتكلم عن تلات حاجات الجبال والهضاب والسهول طب الجبال انا وانت عارفين شكلها وهو ده شكلها طب الهضاب قال لك الهضاب دة حيثة عالية بس ما لهاش راس مسلس من فوق زي الجبل امان لها ايه قال لك ليها سطح مستوي يعني الانسان يقدر يعيش عليها ويبني بيوته عادي جدا يبقى الهضاب دة حيثة عالية بس لها سطح أما الجبال لا ده حتة عالية ولها راس مسلس من فوق صعب قوي أعيش عليها طب السهول قالك السهول دي بقى دي الأرض المستوية إلا أنا وإنت ومعظم الناس في العالم بنعيش في سهول يعني أكتر حتة الناس بتعيش فيها السهول يعني الحتة المستوية بس استنى لو الأرض المستوية دي جنب البحر أو جنب محيط يعني شاطئ بنقول عليها سهول ساحلية طب لو الأرض المستوية دي جنب نهر وفيها زراعة بنقول عليها سهول فايدية أما بقى الأرض المستوية دي لو في الصحراء بنقول عليها سهول صحراوية يبقى السهولة يعني الأراضي المستوية اللي معظم الناس بتعيش فيها عبارة عن كم نوع؟ تلاتة عند سهول ساحلية يعني أرض بتبقى مستوية أو شبه مستوية جنب البحر والمحيطات يعني شواطئ أو سهول فايدية يعني أراضي زراعية جنب الأنهار والناس اللي فيها بيشتغلوا في الزراعة يئم أرض مستوية في الصحراء بقول عليها سهول صحراوية قالك بقى درسنا النهاردة بيتكلم عن تضاريس العالم فعاوزني اعرف اسماء الجبال واسماء الهضاب واسماء السهول اللي في كل قرة في العالم ومش كده وباس اعرف مكان كل جبل فين وكل هضبة فين وكل سهول موجودة فين بالزبط طيب يلا بينا نبدأ بأول قرة عندنا وهي قارة اسيا هنتكلم عن تضاريس قارة اسيا احنا قلنا تضاريس يعني ايه يعني جبال وهضاب وسهول طيب يلا نبدأ بأول حاجة وهي الجبال قالك هنا كده في نص قرة اسيا جبال اسمها جبال الهيمالايا جبال ايه الهيمالايا جبال الهيمالايا ديت لو جينا بصنا عليها هللاقيها اعلى جبال في العالم يبقى اعلى جبال العالم ايه اقوله جبال الهيمالايا وخلي بالك من كلامي انا بقول جبال الهيمالايا مش جبل الهيمالايا ده معناه ان هم اكتر من جبل مع بعض يعني سلسلة جبال طيب قالك من ضمنهم بقى قمة لو طلعت عليها هيبقى بينك وبين الارض 888 متر ودي اعلى قمة في العالم طيب اسمها ايه قالك قمة ايفرست قمة ايفرست ايوة دي موجودة فين موجودة في جبال الهملايا جبال الهملايا دي فين في قارة اسيا يبقى اكبر جبال موجودة في اكبر قارة طيب قالك على ايدك اليمين فاكر دي جزر ايه اه دي كان اسمها جزر اليابان من الدرس الاولاني قالك فيها جبال هتبقى اسمها ايه جبال اليابان طيب قالك بقى في الحتة دي كده جبال اسمها جبال زاجروس جبال ايه زاجروس ولو جينا نشوف الجبال دي موجودة في اي دولة هنلاقيها موجودة في دولتين في العراق و ايران يبقى جبال زاجروس موجودة فين وفين في دولة العراق و دولة ايران طيب انت كده خلصت الجبال قالك لأ عندك هنا كده جبال اسمها جبال توروس جبال ايه توروس فين دي اقول له في تركيا يبقى تاني كده احنا خدنا جبال الهيملايا في الحتة دي خدنا في جزر اليابان جبال اليابان خدنا على ايدك الشمال جبال زجرس اللي موجودة في العراق وقران وخدنا جبال توروس اللي موجودة في تركيا طيب احنا كده عرفنا اسماء الجبال وعرفنا اماكنهم على الخريطة مطلوب مني حاجة تاني اقول لك ايوة قالك انا عايزك تحدد للجبال دي موجودة فين بالزبطة يعني في شمال اسيا في جنوبها في شرقها في غربها طيب ليه قالك علشان هيجي في الامتحان ويسألني على مكانهم يعني مثلا لما يجي يقول لي جبال الهيملايا موجودة فين اقول له وسط القارة طيب جبال اليابان موجودة فين اقول له في شرق القارة يعني على ايدي اليمين اما جبال زجرس وطروس على ايدي الشمال يعني موجودين في غرب القارة يبقى انا كده عندي الجبال اقسمهم على حسب المكان اللي فيهم في جبال في الشرق يعني على ايدي اليمين ودي جبال اليابان وكده خلصتها في الوسط عندي جبال الهيملايا ودي اعلى جبال العالم وفيها اعلى قمة في العالم اللي هي قمة اسمها قمة ايفرست ولو قصت قمة ايفرست هلاقي ارتفاعها 848 متر اما في غرب القرة يعني على ايد الشمال عندي حاجتين جبال زاجرس اللي في العراق وايران وجبال توروس اللي في تركيا طيب كده احنا خلصنا كلامنا عن الجبال يلا نتكلم عن تاني حاجة عندي في التداريس وهي الهضاب الهضاب ايوه قالك في الحتة دي كده في نص قرة اسيا برضو على طول فوق جبال الهيملايا هضب اسمها هضبت التبت هضبت ايه التبت طيب قالك في الحتة اللي عاملة زي المسلس دي على فكرة دي دولة الهند هنا كده هضب اسمها هضبت الدكن هضبت ايه الدكن طيب الحتة دي فاكر من تاني عدد كان اسمها ايه اه شبه الجزيرة العربية فالهضب هتبقى اسمها ايه هضبت شبه الجزيرة العربية يبقى انت كده اتكلمت عن قام هضبه تلاتة هضبت التبت وهنا كده هضبت الدكن وهنا كده هضبت شبه الجزيرة العربية طيب في معلومات عايز تعرفهاني عن الهضاب أقولك أيوة هضبت التبت دي أعلى هضاب العالم ما هي أصلا جنب أكبر جبال العالم اللي هي جبال الهملايا أعلى هضاب العالم أيوة لدرجة أنهم بيسموها بصقف العالم وده سؤال بيجيلي في الامتحان وقال بيما تفسر هضبت التبت تعرف بصقف العالم يعني ليه هضبت التبت دي بيسموها صقف العالم أقول له بسبب ارتفاعها عن قمم الجبال هنا واحد يقول استنى مادام هي مرتفعة طب انت ليه ما قلتش عليها جبل أقول لك لا استنى الجبل ليه رسمه سلس من فوق يعني حاجة اسمها قمة أما الهضبة لأ أرض مرتفعة ليها سطح فالناس تعيش عليها عادي جدا 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 يبقى أي أرض مرتفعة ملهاش قمة وليها سطح تبقى هضبة المهم هضبت التبت بيقولوا عليها ايه صقف العالم ليه أقول له بسبب ارتفاعها عن قمم الجبال تاني السؤال ده حفظ جدا 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 طيب هضبت الدكن في معلومات هتقولها لي عنها أقول لك بس ان هي موجودة وسط الهند يبقى ايه الهضبة اللي موجودة في وسط الهند أقول له هضبت الدكن أما هنا كده هضبت شبه الجزيرة العربي طيب أنا كده عرفت أسماء الهضبة وعرفت أماكنهم على الخريطة علشان لو جه سألني في الامتحان عايزني أعرف ايه أقول لك عايزك تعرف مكانهم فين بالزبط من قارة آسيا شمال ولا في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب ولا في الوسط أقول لك هضبت التبت دي وسط القارة أما الدكن دي تحت فهتبقى جنوب القارة طيب شبه الجزيرة العربية الهضبة دي بقى موجودة فين أقول له دي موجودة تحت على إيد الشمال يعني جنوب غرب القارة يبقى أنا عندي كده الهضب ممكن أقسمهم على هضب في وسط القارة اللي هي هضبت التبت جنوب القارة هضبت الدكن جنوب غرب القارة هضبت شبه الجزيرة العربية وعرفت إن أكبر وأعلى هضب في العالم هضبت التبت لدرجة إن هم بيسموها صقف العالم بسبب ارتفاعها عن قمم الجبال والسؤال ده بيجي في كل الامتحانات أما هضبت الدكن دي وسط الهند علشان لما يجي يسألني أكون عارف أما في جنوب غرب القارة موجود هضبت شبه الجزيرة العربية طيب إحنا كده اتكلمنا عن الهضب عرفنا أسماءهم وأماكنهم على الخريطة وموقعهم بالنسبة لقارة آسيا فين بالزبط طيب يلا بقى نتكلم عن ثالث حاجة في التضاريس وهي السهول استنى هنا إحنا اتفقنا إن إحنا عندنا كم نوع من السهول ثلاثة ساحلية يعني شواطئ يعني الأرض اللي جنب البحر أو المحيط فايضية يعني أرض فيها أنهار وفيها زراعة صحراوية يعني أرض صحراء وفيها راملة قالك بص بلاش نتكلم عن السهول الصحراوية في قارة آسيا قلت له قويس خير وبركة هتكلمني بس عن إيه قالك هكلمك عن السهول الساحلية والسهول الفيضية إنت قلت لي سهول ساحلية يعني إيه يعني السواحل اللي على البحر والمحيطات يعني الشواطئ هي إيه البحر والمحيطات اللي حوالين القارة دي أقولك مش أنت عندك هنا المحيط القطب الشمالي آه أهو الشاطئ ده اسمه سهول ساحلية وكمان الشاطئ اللي موجود على المحيط الهادي موجود على ساحل المحيط الهندي سهول ساحلية واللي موجود على البحر الاحمر والبحر المتوسط كل دي سهول ساحلية طيب هل السهول الساحلية في قارة اسيا موجودة حوالين قارة اسيا بس من برة قالك لا هو انت نسيت ان كان عندك بحر مغلق اللي هو اكبر بحر مغلق في العالم اللي هو بحر قزوين موجود في قارة اسيا ايوة موجود اكيد طبعا ليه شاطئ يبقى انا كده عندي سهول داخل قارة اسيا حوالين بحر قزوين يبقى السهول الساحلية دي موجودة على سواحل البحر والمحيطات اللي بتحيط بالقرة وكمان موجودة جوه القارة علشان قارة اسيا فيها اكبر بحر داخلي مغلق في العالم اللي هو بحر قزوين طيب هو في حاجة تانية هتقولها لي عن السهول قالك لا دول بس اللي انا عايزك تعرفها طيب بالنسبة لتاني حاجة عندي السهول الفيضية السهول الفيضية انت قلتلي دي الارض الخصبة اللي فيها انهار طب ما تقول لي قبل اي حاجة اسماء الانهار اللي موجودة في قرة اسيا اقولك احنا عندنا سبع انهار النهر ده اسمه قوب والنهر ده اسمه ينسي والنهر ده اسمه لينا تاني كده قوب ينسي لينا انا عندي تلات انهار موجودين فوقهم من قوب وينسي ولينا ببدأهم من على ايدي الشمال وانا رايح على ايدي اليمين قوب ينسي لينا طيب دول تلاتة من السبعة ايه اللي بعده قال لك فاكر نهر دجلة والفراط ايوه يبقى كده خمسة قال لك هنا كده نهر اسمه نهر السند يبقى كده ستة قال لك هنا كده نهر اسمه الينجتسي اسمه ايه الينجتسي نهر الينجتسي ايوه يبقى تعالى كده نعد مع بعض تاني قوب ينسي لين دجلة والفراط السند الينجتسي دول قم نهر اصلا سبع أنهار موجودين فين أقول له موجودين عندي في قرة آسيا أنت كده عرفت أسماء الأنهار آه بس لسه ما قلت ليش اسم السهول الفيضية ليه هو أنا عندي أسماء للسهول الفيضية أقول لك أيوة لو نهر أو اتنين مثلا صغيرين فبسم السهل الفيدي على اسم النهر يعني مثلا عندك دجلة والفراط دول بنسميهم سهول نهر دجلة والفراط يعني السهول يعني الأرض والمكان اللي فيهم النهرين دول طب نهر السند سهول نهر السند طيب الثلاث أنهار اللي فوق دول بتقول عليهم إيه أقول لك الحتة دي واسعة جدا فهقول عليهم السهول الشمالية وليهم اسمي تاني بيقولوا عليهم سهول سايبيريا يبقى قوبوا ينسوا لينا موجودين في حتة واسعة جدا فبقول عليهم السهول اللي فوق يعني السهول الشمالية وطلع لهم اسمي تاني بيقولوا عليهم سهول سايبيريا سهول إيه السهول الشمالية على طول تفتكر أن أنت عندك فيهم 3 أنهار قوب وينسوا لينا السهول الشمالية دي بنقول عليها السهول سايبيريا طيب سهول سايبيريا دي تجي في فصل الشتاة وبتتجمد اه لأن درجة الحرارة هناك بتقلي جدا 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 علشان كده 3 أنهار اللي فوق دول قيمتهم الاقتصادية بتقلي جدا 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 علشان لما يجي يقول لي تفقد أنهار قوب وينسوا لينا أهميتها الاقتصادية ليه؟ أقول له لأنها تتجمد في فصل الشتاء بتتجمد وبالتالي لا في سفن بتعرف تمشي فيها وكمان ما فيش زراعة في الوقت ده وبالتالي قيمتها الاقتصادية بتقل لأنها بتتجمد في فصل الشتاء يبقى احنا كده عرفنا ان التلات أنهار اللي فوق قوب وينسوا لينا انت قلت عليهم السهول الشمالية وخلاص لان دي سهول واسعة فمش هعرف أقول اسم كل نهر في سهل الوحده وسميت السهول الشمالية دي سهول سايبيريا في الشتاء بتتجمد علشان كده بتقل قيمتها الاقتصادية طيب عندك سهول تانية أقول لك أيوة في الحتة دي كده سهل اسمه سهل منشوريا سهل ايه؟ منشوريا؟ اه طب ايه أسماء الأنهار اللي عندك في سهل منشوريا ده قال لك ملكش دعوة طيب كويس هنا كده سهل شرق الصين اللي فيه نهر الينجتسي يبقى على ايدك ليمن في القارة يعني في الشرق عندك سهل ايه وسهل ايه؟ أقول له سهل منشوريا وما قاليش على اسمه أي نهر فيه وسهل شرق الصين لان المنطقة دي شرق دولة الصين فبيقولوا عليها سهل شرق الصين طيب سهل شرق الصين في نهر ايه؟ أقول له في نهر الينجتسي طيب السهول دي على ايدك اليمن؟ اه فهنقول عليهم السهول الشرقية يبقى احنا كده في السهول الفيضية عندنا سهول نهر ديجلة والفراط وسهول نهر السند وعند السهول الشمالية اللي فوق اللي هي سهول سيبيريا اللي فيها ثلاث أنهار قوب ويانسولينا وعند سهول في الشرق اتنين واحد اسمه سهل منشوريا ومعرفش أسماء الأنهار اللي فيه وسهل شرق الصين وعرف نهر واحد فيه اسمه نهر الينجتسي طيب دي أسماء السهول الفيضية طيب هوانا كده خلاص أنا عرفت كده السهول الشمالية والسهول الشرقية وكل الأنهار وكده خلاص خلصت السهول الفيضية قالك لا لازم تعرف كل نهر من الأنهار السبعة بيصب فين يعني ايه بيصب فين أقولك أي نهر المية اللي فيه بتتحرك ما بتقفش يعني بتطلع من مكان وبتصب في مكان يعني بترمي المية بتاعتها في مكان أنا عايز أعرف بقى كل نهر من السبعة دول بيصب فين يعني بيرمي المية بتاعته فين أقولك قوبوا يانسولينا بيطلعوا من تحت الفوق يعني من الجلوب للشمال يبقى بيصبوا فين في المحيط القطبي الشمال طيب ديجلا والفراط بيجوا كده من الشمال للجنوب يبقى بيصبوا فين اقول له هنا كده الخليج العربي طيب نهر السند بيصب فين اقول له ده المحيط الهندي ولو جد بسط على خريطة الكتاب هلاقي كاتب هنا كده البحر العربي يبقى هكتب له المحيط الهندي بينكو صين البحر العربي تحديدا طيب عندك نهر الينجتسي بيصب فين اقول لك بيصب هنا كده في المحيط الهادي يبقى انت لازم بعد ما تحفظ الأنهار تعرف مصبات الأنهار يعني المكان اللي النهر بيصب فيه المياه بتاعته يعني بيرم المياه بتاعته فيها يبقى احنا كده عارفنا قوبوا ينسوا لينا بيصبوا في المحيط القطب الشمالي ديجلا والفراط في الخليج العربي السند قلنا في المحيط الهندي بينقصين البحر العربي اليانجتسي قلنا في المحيط الهادي طيب كده احنا عارفنا كل المعلومات عن تضاريس قارة اسيا طب ما تقولهم لي تاني كده علشان اكتبهم وراك واحفظهم اقولك اول حاجة عنديل الجبال اللي في اسيا جبال موجودة في شرق القارة يعني على ايد اليمين وجبال موجودة في نص القارة يعني في وسط القارة وجبال موجودة في غرب القارة يعني على ايد الشمال اللي موجودة في شرق القارة دي جبال اليابان اللي في النص يعني في الوسط دي جبال الهملايا ودي اعلى جبال في العالم وكمان في الجبال دي اعلى قمة يعني أعلى حتة اللي هي قمة إفرست لو جينا إسناها هنلاقيها 8,848 متر طب في غرب القارة أقوله عندنا اتنين جبال زاجروس ودي في العراق وإيران وجبال توروس ودي في تركيا ده بالنسبة للجبال اللي في آسيا احفظهم طب بالنسبة للهضاب أقولك عندنا الهضاب موجودة في ثلاث أماكن في النص يعني في وسط القارة وتحت يعني في جنوب القارة وكمان تحت على إيدك الشمال يعني في جنوب غرب القارة اللي في النص أقوله هضبة التبت ودي أعلى هضاب العالم لدرجة نحن بنقول عليها صقف العالم وبيجلسوا ألفها في الامتحان ويقول بما تفسر تعرف هضبة التبت بصقف العالم أقوله بسبب ارتفعها عن قمم الجبال الهضبة دي أعلى من جبال كتيرا جدا في العالم يبقى بسبب ارتفعها عن قمم الجبال طب بالنسبة للهضبة اللي تحت يعني في الجنوب أقوله هضبة الدكن هضبة إيه الديكن اوه دي فين قالك في وسط الهند وسط دولة الهند هتلاقي هضبة الديكن هضبة الديكن دي موجودة في جنوب القارة فين بالزبط اقول له وسط دولة الهند طب اللي تحت على ايدي الشمال يعني في الجنوب الغربي اقول له هضبة شبه الجزيرة العربية طب بالنسبة للسهول احنا اتفقنا ان احنا عندنا ثلاث انواع من السهول ساحلية وفيضية وصحراوية قالك في قارة اسيا مش هنتكلم خالص عن السهول الصحراوية هنتكلم بس عن السهول الساحلية للبحر والمحيطات التي تحت بالقرة كل الشواطئ اللي حوالي للقرة دي بنقول عليها سهول ساحلية طب في معلومات عنها؟ قالك لا تعرف بس ان هي بتمتد على سواحل البحر والمحيطات طب ما أنا عارف قالك بس في حتة زيادة ايه؟ قالك عندك سهول ساحلية داخل القرة نفسها ليه؟ لان انت عندك اكبر بحر مغلق في العالم اللي هو بحر قزوين موجود في قرة اسيا يبقى موجود داخل القرة حول بحر قزوين سهول ساحلية طب السهول الفايدية يعني اسماء الانهار اقول له دي صعبة اوي اقول لك يلا بس نقسمهم اول سهول عندي السهول اللي فوق دي سهول مستوية يعني السهول الشمالية وبنقول عليها سهول سايبيريا دي سهول فايدية ليه فايدية؟ علشان فيها انهار ايه الانهار اللي عندك اقول له قوب وينسي ولينا مين؟ قوب وينسي ولينا التلات انهار دول بيطلعوا من تحت يعني من الجنوب وبيصبوا في المحيط القطب الشمالي خلي بالك من المصابات قوي بس عندهم مشكلة ايه قالك بتتجمد في فصل الشتاء وبالتالي بتفقد اهمياتها الاقتصادية وده سؤال وبيجي في الامتحان طب عندي كمان سهولة على ايد اليمين يعني في الشرق سهول اسمها سهول منشوريا وسهول شرق الصين في منشوريا ما بقولش اسماء الانهار طب في شرق الصين اقول له نهر الينجتسي نهر ايه الينجتسي بعد كده عندي نهر السند فبقول عليه سهول نهر السند وبعد كده عندي نهر دجلة والفراطة اللي بيصب طبعا في الخليج العربي وبقول عليهم سهول نهرية دجلة والفراطة دي كل التدريس اللي مطلوب مننا نحفظها في قارة اسيا طيب يلا نتكلم عن تاني قارة عندنا وهي قارة افريقيا هنتكلم عن تدريسها قلنا تدريس يعني ايه جبال هضاء بسهول طيب يلا نبدأ بالجبال قالك هنا كده في الحتة دي جبال اسمها جبال اطلس هنا انا بتكلم بصغة الجمع ما بقولش جبل بقول جبال اطلس جبال اطلس دي يعني مجموعة من الجبال بين الجبال دي هضب اسمها هضبت الشطوت اللي كنا خدناها في تاني عدادي يبقى بين جبال اطلس هضب اسمها هضبت ايه الشطوت طيب هنا كده في الحتة دي جبال اسمها جبال البحر الاحمر لان جنبها على طول البحر الاحمر هللاقيها في تلت دول هللاقيها في مصر والسودان ودولة جديدة اسمها اريتريا اسمها ايه اريتريا يبقى انا عندي في الحتة دي جبال اسمها جبال ايه جبال البحر الاحمر فين في مصر والسودان واريتريا طيب ايه الجبال التانية قالك عندك هنا جبل وهنا جبل جبلين اه الجبل ده اسمه جبل كينيا جبل ايه كينيا اما اللي تحت شوية ده اسمه كلمين جارو اسمه ايه كلمين جارو يبقى انا عندي هنا كده على ايد اليمين في القرة دي جبلين هنا بتكلم بصغط المفرد جبل اسمه جبل كينيا وجبل اسمه جبل كلمنجارو طيب اخر حاجة تحت هنا جبال اسمها جبال دراكنزبرج تاني كده جبل اطلس جبل البحر الاحمر جبلين في الحتة دي واحد اسمه كينيا واحد اسمه كلمنجارو وتحت هنا جبال اسمها جبال دراكنزبرج ايوة طيب انا كده عرفت ايه عرفت اسماء الجبال وعرفت اماكنهم على الخريطة مطلوب مني ايه مطلوب تحدد الجبال دي فين بالزبط من القارة شمال جنوب شرق غرب أقول لك تعالى جبال أطلس دي فين؟ أقول له فوق يعني في الشمال على إيد الشمال ولا اليمين؟ على إيد الشمال فيبقى شمال غرب القارة بس استنى الحتة دي أقصى شمال غرب القارة يعني فوق قوي فهقول عليها أقصى شمال غرب القارة عندك إيه؟ عند جبال أطلس اللي قلتلك بين الجبال دي يعني بتحصر بينهما هضب اسمها إيه؟ هضبت الشطوط طيب عكسها تحت جبال انت قلت لي اسمها جبال ايه اه دراكنزبرج طب الجبال دي بقى عكس اللي فوق يبقى في اقصى جنوب شرق القارة يبقى انا عندي جبال في اقصى شمال غرب القارة اللي هي جبال اطلس عكسها تحت جبال في اقصى جنوب شرق القارة اللي هي جبال دراكنزبرج طيب عندك بقى جبال البحر الاحمر دي موجودة فوق على ايدك اليمين يعني شمال شرق القارة وانت قلت لي ان جبال البحر الاحمر دي موجودة في 3 دول في مصر والسودان وإريتريا أما هنا الجبلين دول فموجودين في شرق القارة اللي هو جبل كينيا وجبل كليمنجارو طيب إحنا كده تكلمنا عن الجبل عرفنا أسماءهم ومكانهم على الخريطة وموقعهم بالنسبة للقارة في الشمال ولا في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب طيب هنتكلم عن إيه تاني حاجة أقول لك هنتكلم عن الهضاب إيه الهضاب اللي عندك أقول لك يلا تعالى الحتة دي اسمها الصحراء القبرى ففيها هضاب فهقول على المنطقة دي هضاب الصحراء القبرى لأننا عندي في المنطقة دي هضاب كتير جدا بتنتمي للصحراء القبرى دي زي مثلا عارف انت الصحراء الشرقية والصحراء الغربية اللي عندنا في مصر دول من ضمن الهضاب اللي تبع هضاب الصحراء القبر طيب عندك برضو تحت هنا كده هضبة في جنوب إفريقيا فقالوا هنسميها هضبة جنوب إفريقيا طيب عندك هضاب تانية أقول لك أيوة عندي هنا كده في النص هضب اسمها البحيرات الاستوائية وهنا كده في الشرق على ايدي اليمين هضبت الحبشة انت كده بتتكلم عن كام حاجة اربعة هضب الصحراء القبرى فوق وعندي هضبت جنوب افريقيا تحت وهضب في النص اسمها البحيرات الاستوائية وهضب على ايدي اليمين يعني في الشرق اسمها هضبت الحبشة اللي هي اسيوبيا طيب انت كده عرفتني اسماء الهضب وعرفتهمني على الخريطة طيب مطلوب مني اعرف ايه تاني عنهم اقول لك المطلوب منك تعرف موقعهم فين بالزبط من قارة افريقيا في الشمال ولا في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب اقول له في الشمال فوق عندي هضب الصحراء القبرى اللي احنا اتفقنا ان هضبت الصحراء الشرقية والغربية من ضمن هضب الصحراء القبرى طيب عندي في جنوب القارة قلتلي هضبت جنوب افريقيا بس استنى ايه قالك هضبت جنوب افريقيا دي عليها نهرين نهر كده على ايدك الشمال اسمه اورنج واحد على ايدك اليمين اسمه لمبوبو يبقى تاني هضبت جنوب افريقيا عليها كم نهر اتنين اورنجي ولامبوبو طيب دي هضبت البحيرات الاستوائية فين اقول له وسط القارة اما بقى هضبت الحبشة اللي هي اسيوبيا دي فين اقول له شرق القارة بس استنى تعرف ان الهضبة دي اللي هي البحيرات الاستوائية وهضبت الحبشة مهمين جدا جدا لمصر ليه اقول لك لان مية نهر الليل بتجي منهم يبقى لو جالك وقالك بما تفسر اهمية هضبتين الحبشة والبحيرات الاستوائية لمصر ليه الهضبتين دول اللي في النص واللي في الشرق مهمين لمصر اقول له ليه لان ينبع منهما روافض نهر النيل لان المية اللي بنشربها من نهر النيل جيال من الهضبتين دول من هضبة الاستوائية اللي في وسط القارة ومن هضبة الحبشة اللي هي اسيوبيا اللي في شرق القارة يبقى لما يجي اسألك هما ليه مهمين لمصر اقول له لأنه ينبع منهما روافض نهر النيل طيب احنا كده اتكلمنا عن الهضاب وعرفنا اسماءهم ومكانهم على الخريطة وموقعهم بالنسبة لقر الافريقيا يلا ندخل على السهول طيب بالنسبة للسهول احنا عندنا كم نوع تلاتة ساحلية فيضية صحراوية طيب بالنسبة للسهول الساحلية يعني الشواطئ بتاعتك فين اقول له تعالى موجود على البحر المتوسط والبحر الاحمر والمحيط الهندي والمحيط الاطلنطي كل السواحل دي اسمها سهول ساحلي طيب السهول يعني الشواطئ دي هل هي واسعة ولا ديقة يعني ايه يعني وانا ماشي على الشاطئ بيبقى الشاطئ واسع والجبال بعيدة والهضاب ولا ديقة اقول لك ديقة ديقة اه ليه بقى اقول له بسبب اقتراب الجبال والهضاب من الساحل ركز كده معايا السهول الساحلية تبقى ديقة لما الجبال والهضاب تبقى جنب البحر تيجي انت تمشي على الشط فتلاقي الشط ديقة يبقى هنا السهول الساحلية ايه؟ ضيقة ركز كده في المعلومة دي احنا هنتسأل كتير جدا في هل السهول الساحلية واسعة ولا ديقة في كل قرة جاية يبقى تاني كده السهول الساحلية في قرة افريقيا واسعة ولا ديقة اقول له ضيقة ليه؟ اقول له بسبب اكتراب الجبال والهضاب من الساحل عند جبال وهضاب كتير جدا قريبين من الساحل طيب هل ده بقى في كل حتة في القرة قالك لا عند مصبات الانهار يعني المكان اللي النهر بيرمي المية بتاعته فيه بتلاقي السهول الساحلية واسعة يبقى تاني انا عرفت ان السهول الساحلية كلها في قارة افراقيا ديقة ما عادة في حتة واحدة بس عند مصبات الانهار يعني النهر بتاعي لما بيجي يصب المية بتاعته الحتة اللي بيصب فيها المية دي بتبقى واسعة السهول الساحلية يعني الشواطئ واسعة طيب انت في اسيا ما قلت ليش واسعة ولا ديقة اقول لك او ما قلت لكش علشان مش عندنا في الكتاب طب يلا بقى نتكلم عن السهول الفيضية السهول الفيضية يعني هنتكلم عن الأنهار هو أنت عندك كم نهر هنتكلم عنه أقولك ثلاثة نهر النيل اللي موجود عندي في مصر والسودان وكمان جمهورية جنوب السودان لأنها بقى الدولة منفصلة عن السودان ونهر النيل ده لو جينا بصينا عليه هللا إيه بيطلع من الجنوب يمة الشمال علشان يصب يعني يرمي المياه بتاعته في البحر المتوسط يبقى أول حاجة عندي في السهول الفيضية سهول نهر النيل اللي بيصبه ميته فين في البحر المتوسط طيب عندك نهر ايه تاني قالك هنا كده نهر النيجر نهر ايه النيجر وده بيصب المياه بتاعته هنا كده في حتة اسمها خليج غينيا خليج ايه غينيا يبقى تاني نهر عندي في السهول الفيضية نهر النيجر اللي بيصبه ميته فين في خليج غينيا طيب تالت نهر عندك ايه اقولك ده هو اللي اسمه نهر الكنغو نهر ايه نهر الكنغو اللي بيصب المياه بتاعته في المحيط الاطلنطي يبقى في السهول الفايدية بتكلم عن 3 انهار التلات انهار ده نهر النيل اللي بيصب في البحر المتوسط نهر النيجر اللي بيصب في خليج غينيا نهر الكنغو اللي بيصب في المحيط الاطلنطي طب استنى هنا السهول الفايدية اللي في قارة افريقيا دي عبارة عن ايه اقول له دي عبارة عن تربة خزبة صالحة للزراعة كل نهر من الأنهار اللي أنا قلت لك عليها دي الأراضي اللي حواليه تربطهم تربة خزبة يعني تربة صالحة للزراعة طيب كل نهر من الأنهار دي وهو ماشي مش حواليه أرض بنقول بقى على المكان اللي فيه النهر ده حوض النهر اسمه إيه؟ حوض النهر يعني الأرض التي يجري فيها النهر يعني الأرض اللي في النهر بيمشي فيها أو أحد روافضه أو تنحدر مياهه إليها تاني كده يعني إيه حوض النهر؟ يعني المكان اللي النهر بيمشي فيه يعني الأرض التي يجري فيها النهر أو أحد روافضه الروافض بتاعته يعني الأزرع بتاعته أو تنحدر مياهه إليه يعني المكان اللي بيتجمع فيه الميا دي كلها بنقول عليها حوض النهر طيب إحنا كده خلصنا كلامنا عن السهول الفيضية يلنا نتكلم بقى عن السهول الصحراوية اللي ما تكلمناش عنها في قرة آسيا طيب السهول الصحراوية دي هتبقى فين أو اللي هتبقى في الصحراء طب ايه الصحراء اللي عندك اقول لك عند فوق الصحراء القبرى وعندي تحت في الجنوب هنا صحراء اسمها صحراء كلهاري اسمها ايه؟ كلهاري تحت هنا كده يبقى السهول الصحراوية الرملية اللي موجودة عند في قرة افريقيا موجودة في الصحاري انا عند الصحراء القبرى فوق وعندي صحراء كلهاري في الجنوب الصحراء القبرى دي فيها سهول صحراوية رملية زي مثلا عندك في ليبيا سهل اسمه سهل كلنشو سهل ايه؟ كلنشو وعندي بين مصر وليبيا بحر اسمه بحر الرمال العظيم عبارة عن كميات رمل كبيرة جدا 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 ودي من السهول الصحراوية الرملية يبقى انا عندي اما اجا اتكلم عن السهول الصحراوية الرملية اللي موجودة عندي في قرية افريقيا هتكلم عن الصحاري فهلاقي عندي الصحراء الكبرى فوق وصحراء كلهاري تحت في الصحراء الكبرى فوق عندي سهلين سهل في ليبيا اسمه كلينشو وسهل بين مصر وليبيا اسمه بحر الرمال العظيم طيب احنا كده خلصنا كل كلامنا عن تداريس قارة إفراقيا طب ما تقولي تاني كده تداريس قارة إفراقيا بسرعة علشان أكتبهم وراك وأحفظهم أقولك بالنسبة للجبال موجودة عندي فاربع أماكن موجودة عندي فوق قوي على إيد الشمال يعني في أقصى شمال غرب القرى عكسهم تحت يعني موجودة في أقصى جنوب شرق القرى يبقى أنا عندي جزء أماكن عكس بعض فيهم جبال وعندي جبال في شمال شرق القارة وجبال في شرق القارة طيب ايه الجبال اللي موجودة في اقصى شمال غرب القارة اقول له دي جبال اطلس اللي واخدين هالسنة اللي فاتت وبتحصر بينه مهضب اسمها هضبط الشطوط طيب الجبال اللي موجودة تحت يعني في اقصى جنوب شرق القارة اقول له جبال دراكنزبيرج جبال ايه دراكنزبيرج طيب في شمال شرق قارة افريقيا اقول له عندي جبال البحر الاحمر واللي موجودة في مصر والسودان وإريتريا أما عن شرق القارة عندي جبلين جبل كينيا وجبل كلمنجارو طب بالنسبة لهضاب قارة إفريقيا موجودين فين أقول له موجودين عندي في الشمال وموجودين عندي في النص يعني في الوسطة وموجودين على إيد اليمين يعني في الشرق وموجودين تحت يعني في الجنوب يبقى احنا عندنا الهضاب موجودة في كم مكان في أربع أماكن في الشمال عندي هضاب كتير جدا اسمهم هضاب الصحراء القبرى ما انا عارف ان الصحراء القبرى موجودة في شمال قارة افريقيا فانا عندي هضب كتير بقول عليها هضب الصحراء القبرى طب ما تقولي هضب منهم اقولك هقولك اتنين هضبتي الصحراء الشرقية والغربية عندك في مصر طب في النص اقوله عندي هضبة البحيرات الاستوائية يبقى في الوسط عندي هضبة البحيرات الاستوائية طب في الشرق على ايدك اليمين اقوله عندي هضبة الحبشة اللي هي اسيوبيا طب في الجنوب تحت بقى اقولك عندك هضب على اسم جنوب القارة يعني هضبة جنوب إفريقيا وهتلاقي عليها نهرين أورنج ولمبوبو قالك بقى أنا عايزك تخلي بالك من الهضاب اللي في النص وفي الشرق ليه بقى؟ ده بيجي لي عليهم سؤال ده بيما تفسر أهمية هضبطي الحبشة والبحيرات الاستوائية لمصر اشمعنا الهضبطين اللي في النص وفي الشرق مهمين لمصر بلدنا أقول له لأنه ينبع منهما روافط نهر النيل نهر النيل بتاعنا بيجي من الهضبطين دول ده بالنسبة لهضاب قارة إفريقيا طب بالنسبة للسهول إحنا عارفين إن إحنا عندنا تلات أنواع من السهول ساحلية وفيضية وصحراوية طب هتمسح السحراوية المرادة أقولك لأ في قارة إفريقيا بنتكلم عن السهول الصحراوية طب بالنسبة للسهول الساحلية هل هي وسعى ولا ديقة؟ قالك ديقة ديقة ليه؟ أقول له بسبب اكتراب حفات الجبال والهضاب من الساحل الجبال والهضاب اللي موجودين في قارة إفريقيا قريبين قوي من الساحل فتيجي تمشي على الشواطئ تلاقيها ديقة معادة بس عند مصبات الأنهار يعني تتسع عند مصبات الأنهار يبقى السهولة الساحلية يعني الشواطئ كلها ديقة معادة بس عند مصب كل نهر هتلاقي الحتة واسعة لأن ما فيش هناك لكبال ولا هضابة يبقى تتسع السهولة الساحلية في قارة إفريقيا عند إيه أقول له عند مصبات الأنهار طب ديقة ليه أقول له بسبب اقتراب الجبال والهضاب من الساحل كلمة حفات يعني جوانب طب بالنسبة للسهول الفيضية يعني أسماء الأنهار أقولك إحنا عندنا أشهر ثلاثة أنهار نهر النيلة اللي موجود عنده في مصر والسودان وجنوب السودان وطبعا هو موجود أصلا في 11 دولة بس إحنا جبنا منهم ثلاثة مصر والسودان وجنوب السودان وده بيصب طبعا عندنا في البحر المتوسط طب نهر النيجر نهر النيجر أيوة ده بيصب فيه خليج غينية وعندنا نهر الكنغو وده اللي بيصب في المحيط الأطلنطي بالنسبة بقى للسهول الصحراوية قالك أنت عندك سهول موجودة في الصحراء القبرى وسهول موجودة في صحراء كلهاري صحراء كلهاري دي اللي موجودة في الجنوب قالك إحنا هنتكلم بالتفصيل قوي عن سهول الصحراء القبرى السهول دي متسعة واسعة جدا زي عندك مثلا في ليبيا سهل كلينشو وعندنا بين مصر وليبيا سهل اسمه بحر الرمال العظيم يبقى في ليبيا عندنا سهل صحراوي اسمه ايه سهل كالينشو طب بين مصر وليبيا عندنا سهل اسمه ايه بحر الرمال العظيم قالك فيه تعريف اسمه تعريف حض النهر يعني الارض التي يجري فيها النهر او احد روافضه او تنحدر مياهه اليه التعريف ده بيجي في كل امتحان الارض التي يجري فيها النهر او احد روافضه او تنحدر مياهه اليه وبكده نكون خلصنا الجزء الاول من درس التداريس في الجزء التاني ان شاء الله هنتكلم عن تدريس قارة أوروبا وهنجيب معها أستراليا ونسيب في الجزء الثالث قارة أمريكا الشمالية مع قارة أمريكا الجنوبية ما تنساش تنزل تحت الفيديو علشان تحل الواجب اللي موجود على الدرس ده تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحطو